والمباراة الودية الأولى اللي خضها النادي الأهلي والمباراة متدرجة المستوى اللي تم الاستقرار عليها والاتفاق عليها برؤية فنية طبعا بالتنسيق بين لسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيز مدير الكرة وكل عناصر وكوادر النادي الأهلي اللي بتمثل الجهاز الفني الفريق الأول في النادي الأهلي الكابتن سيد ومستر لسارتي وكل الفريق المعاون اللي بيحاولوا يصلوا لأعلى درجة من درجات الإعداد الجيد ذهنيا ونفسيا وبدنيا وفنيا لللاعبين قبل استقناف مشوار الدوري الممتاز بعد نهاية إن شاء الله بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم خروج منتخبنا الوطني الأول من دور الستاشر وطبعا ابتعادوا عن البطولة بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الستاشر إلا أننا بنركز على أن البطولة ما زالت بتجري على أرض مصر وما زلنا مهتمين جميعا بهذه البطولة وبنتمنى أنه يكتمل النجاح اللي بدأ منذ انطلاق البطولة وبحفل الافتتاح اللي كان أكثر من رائع وأيضا تكليل كل الجهود المبذولة من كافة الأجهزة اللي قامت بالتنصيق مع بعضها خلال هذه المرحلة وصولا للحفل القتامي والنهاية البطولة وإن شاء الله يكون فيه وعي كبير من الإعلام الرياضي ومن الصحافة ووسائل الإعلام في مصر وأيضا الجماهير المصرية وإنها رغم الحزن الشديد طبعا وعدم الرضا عن أداء مستوى منتخبنا الوطني وأداءه هو المستوى الفني اللي ظهر به واللي كان طبعا غير مقنع وغير مرضي على الإطلاق ولكن الجماهير إن شاء الله تقدر تفصل تماما بين هذا الأمر وبين اهتمامها والتفافة حول هذه البطولة حتى اليوم الأخير ومتابعة المنتخبات والسباق الأفريقي حتى تكتمل هذه الصورة الرائعة اللي بدأت منذ انطلاق حفل الافتتاح ومباراة الافتتاح نهاردة عندنا عدد من الأخبار حنتابعها طبعا منتخبنا الوطني واستعدادات النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم والفترة اللي جاية اتحاد الكرة وأخبار اتحاد الكرة وكل ما يثار في الصحافة وسائل الإعلام عن ترتيبات الفترة الجاية لتصحيح مصار كرة القدم المصرية والإصلاح الأمور الخاصة باتحاد الكرة وأيضا الجوانب الفنية عشان نقدر نعمل نقلة حقيقية للأفضل ونقلة نوعية نتغلب بها على العيوب الكثيرة جدا الفنية اللي ظهرت في الفترة الماضية فضلا عن أي أمور يثبت أنها كانت موجودة أيضا أو سلبيات خاصة بالأمور الانضباطية والإدارية والتنظيمية داخل كواليس المنتخب أو الاتحاد المصري لكرة القدم كيف تعالج بالشكل الأمثل في الفترة الجاية من أجل تحسين المناخ العام للرياضة ولكرة القدم المصرية هنبدأ فقرات الحوار بعد قليل وضفنا الأول هيكون واحد من الكوادر الشابة المتميزة في عالم الصحافة الرياضية الأستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الشروق وهنتكلم معاه عن آخر ما وصل حتى الآن أو الأخبار المؤكدة لحد لحظة انطلاق هذه الحلقة أو بدايتها منذ دقائق قليلة عن منتخبنا الوطني وأصداء الخروج المبكر أو الإقصاء المبكر عن طريق منتخب جنوب أفريقيا في دور الستاشر وكيف يتم الإعداد لإدارة الأمور في عالم كرة القدم المصرية في الفترة القادمة وكل ما أثير فنيا وإداريا وتنظيميا عن الفترة السابقة بعد حوارنا مع الزميل العزيز الأستاذ خالد التريبي هنتكلم كمان في فقرة أخرى مع الكابتن ضياء عبد صمد لاعب النادي الأهلي سابقا والمدير الفني لفريق قرة القدم بنادي الداخلية وهنتكلم معاه عن أيضا منتخب مصر والمتابعة الفنية لمستوى البطولة والمنافسة في السباق الأفريقي بشكل عام وملاحظاته على أداء منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي فاتت وقبل ابتعاده عن السباق الأفريقي وأيضا رؤيته لكيفية تحسين الأمور فنيا في الفترة الجاية ورؤيته لاستعدادات النادي الأهلي والأسماء الجديدة والصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد الأوروبي للفريق وكيف نستثمره بالشكل الأمثل وتوقعاته لانطلاقة النادي الأهلي محليا وأفريقيا إن شاء الله في الفترة القادمة وبعد أيضا لقاء كابتن ضياء عبد صمد هننتقل لحوار آخر هيختتم هذه الحلقة بتغطية متميزة اعتدنا عليها من زميلي العزيز خالد العودي كابتن خالد العودي بيجري هذه التغطية الإعلامية لكل الرياضات بعيدا عن عالم كرة القدم داخل النادي الأهلي وفي الوسط الرياضي المصري بشكل عام وحيكلمنا النهاردة عن الصفقات الجديدة والتعاقدات الجديدة وتحسين أيضا الأداء المتوقع في الفترة الجاية على مستوى كافة الفرق والمنافسات الجماعية للنادي الأهلي وانعكاس ده على منتخباتنا الوطنية في الرياضات أو اللعبات الجماعية هيكون طبعا في حوار مع الكابتن محمد متولي عن المدير الفني الجديد ليد الأهلي السويدي ليند جرين خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا أن الكلام المهم طبعا رغم أننا كنا بنتكلم شوية بشكل عاطفي أو انفعالي في حلقة الأمس وده طبعا جزء من المناخ العام الموجود في الوسط الرياضي بعد خروج منتخبنا بهذا الشكل غير المرضي وغير المقبول في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا إلا أننا بنفكر بشكل عاملي شوية وأمام بطولة ما زالت مستمرة على أرضنا والكل لازم يسهم في نجاح هذه البطولة حتى مع صعوبة الأمر أو مع أي متغيرات قد تكون حدثت نتيجة ابتعاد منتخبنا الوطني واللي كان طبعا متوقع له أنه يكون جزء كبير جدا وعامل مؤثر في استمرار نجاح البطولة والالتفاف الجماهيري والحضور الضخم في الاستادات والملاعب إن شاء الله ده يستمر بدرجة بشكل أو بآخر في الفترة الجاية ويكون فيه وعي أننا نستمتع بكل ما تم بذله من جهد تطوير البنية التحتية في الرياضة أو في الملاعب المصرية والإنفاق الكبير اللي تم واهتمام الدولة القيادة السياسية وكل الأجهزة المسؤولة عن الرياضة وعن كل المجالات الأخرى اللي قامت بالاشتراك في تأمين وتنظيم وترتيبات هذه البطولة بالشكل اللي أدى إلى الإشادة بهذه البطولة على المستويات المحلية والدولية إزاي إحنا نكون عندنا وعي كافي إزاي نسهم في نجاح البطولة على أرضنا إزاي نكمل الصورة الجميلة حتى طبعا رغم أن منتخبنا الوطني لم يسهم في هذا الأمر ولم يقم بدوره في أو ما كنا نتمنا منه وما كان يفترض بي أن يؤديه من خلال مشاركته في كأس الأمم وأن يظهر بشكل أفضل من هذا مسؤولية مين دي أمور فنية بنتكلم نتفق أو نختلف في الفترة الجاية نقوم بتحليل الأمر الجهاز الفني وعطاءه هل كان على المستوى ولا لا اللاعبين هل ظهروا بأفضل شكل هل أدوا ما عليهم ولا لا وأيضا كيف أدار اتحاد الكرة هذا الملف تحديدا في الفترة اللي فاتت قبل أن تنطلق البطولة وخلال فعاليات البطولة هل كانت الأمور تدار بشكل احترافي ولا لا وهل كانت الأمور ماشية بشكل يؤدي في النهاية إلى مردود فني إيجابي ينعكس على مستوى منتخبنا وعلى النتائج في البطولة ولا كان فيه تقصير بشكل أو آخر أيضا إداري أو تنظيمي من الاتحاد المصر لكرة القدم أدى إلى هذا التراجع وهذا الإخفاق داخل الملعب خلونا نبدأ طبعا بنقول الفترة الجاية إن شاء الله الأمور تسير ويستمر النجاح البطولة بصرف النظر عن أي عامل فنية أو عن استمرار أو عدم استمرار منتخبنا الوطني طبعا بعد خروجه من البطولة لكن عندنا أمل كبير أن البطولة تنتهي بنفس درجة النجاح اللي بدأت بيها وأن الكل يبقى عنده إدراك ووعي لأهمية هذا الأمر ويسهم بدوره في نجاح هذه البطولة وفي استكمال عملية ومسيرة البطولة بشكل يليق بالرياضة وبإسم الرياضة وبقدرات مصر على كافة المستويات الأفريقية والعربية والدولية وأصداء هذه البطولة إن شاء الله عندما يكتمل نجاحها في المباراة الختامية مباراة النهائي وحفل الختام الكلام عن النادي الأهلي لا ينقطع في هذا التوقيت الحمد لله الأخبار كلها الوردة من أسبانيا من إليكانتي الإسبانية موقع أو مدينة بتستضيف معسكر النادي الأهلي وبعث النادي الأهلي وتم اختيارها بعد دراسة وبحث بعناية عن أفضل مناخ ممكن التقس ملاعب التدريب فندق اللقامة كل التجهيزات الخاصة بالفريق علشان يبقى فيه درجة عالية جدا من التركيز ومن العوامل اللي ممكن تؤدي إلى نجاح هذا المعسكر وإنه نصل به في النهاية إلى كل ما يهدف إلى تحقيقه أو إلى الأهداف اللي بيتمنى أن يصل إليها فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا الجهاز الفني مع لعبين نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي المؤشرات إيجابية جدا تبعنا مبارح مع زمينا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من أسبانيا ويتكلم قد إيه الكل بيشعر بأنه فيه جوانب إيجابية كثيرة جدا وإحنا بنتابع لقطات من التدريبات من المعسكر الأوروبي في أسبانيا وإحنا بنتكلم دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة شايفين تدريبات فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وأنه الأجواء إيجابية جدا أنه فيه اهتمام من الجهاز الفني المدير الفني ومدير الكرة وكل أعضاء الجهاز المعاون على إعداد اللاعبين نفسيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن أنهم يفضلوا ويحافظوا على تركيزهم في الفترة دي كمان التركيز على تعديل بعض الجوانب الخططية والفنية عشان يصلوا لأعلى درجة ممكنة من التناغم في الأداء وده ينعكس سريعا على قدرتهم إن شاء الله على حسب بطولة الدوري هذا الموسم اللي امتدت وكانت غير منتظمة وكان فيها يعني على المستوى التنظيمي علامات استفهام كثيرة جدا وإن شاء الله ده يتم تداركه في الموسم القادم أو مع انطلاقة الموسم المقبل الاختيار الموفق لمدينة إليكانتي حسب تصريحات كمان الكابتن سامي أمصان أحد أعضاء الجهاز الفني أو المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول في النادي الأهلي بيتكلم عن كل ما يحيد بهذا المعسكر إنه بيوفر العوامل اللي بتساعد على التركيز وعلى تحقيق أهداف الجهاز الفني اللي عايز يصل باللاعبين إليها في معدلات الأداء وفي تحسين الأداء بشكل عام وعلى التطوير الفني اللي عايزين نحققه مع الفريق بأسرع شكل ممكن النواحي النفسية والدوافع وتحفيز اللاعبين على استكمال السباق المحلي أو بطولة الدوري العام بأفضل شكل ممكن وبأعلى درجة ممكنة من التركيز وأننا نوصل بلاعبين أنهم يبقوا في أعلى درجاتهم من الجاهزية الكاملة أو يبقوا في التوب فورم قبل انطلاق المباريات القليلة المتبقية من عمر الدوري الممتاز مستوى الرباعي الدولي مطمئن المدرب المساعد للفريق الأول في النادي الأهلي كابتن سامي أمصان تطرق إلى مستوى نجمنا الدوليين اللي شاركوا في نهايات كأس الأمم الأفريقية بيتكلم عن الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن وقال إن مستواهم الفني والبدني ظهر بشكل مرضي ومطمئن خلال مشاركتهم في المباريات اللي خضها منتخب مصر سواء في المجموعة ثلاث مباريات اللي خضها في المجموعة حتى في مباراة دوري 16 اللي تم إقصاء منتخبنا فيها لكن بيتكلم من وجهة نظر المدرب المساعد للنادي الأهلي على إنه شايف إن اللاعبين أدوا معاليهم أو بذلوا أقصى جهد ممكن خلال تواجدهم أو مشاركتهم مع منتخب مصر على المستوين الفني والبدني وأيضا بيتطرق إلى استبعاد النجم علي معلول ظهير أيصر المنتخب التونسي في فترات سابقة حتى لو كان تم استبعاده ولم يشارك مع المنتخب التونسي الشقيق في هذه البطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 وبيقول إنها كابتن سامي أمصان بيقول إنها مفاجأة بالحسابات الفنية للجميع وإننا جميعا متفقين على قدرات علي معلول وعدم تدخلنا طبعا في أي شأن فني يخص الاتحاد التونسي لكرة القدم أو المسؤولين عن كرة القدم في تونس وإن هذا حق أصيل الجهاز الفني وللمسؤولين عن كرة القدم ولكن فيه دايما تأكيد من الجميع وحالة رضا عن أداء علي معلول وتأثيره الكبير فنيا في الملعب مع النادي الأهلي وأيضا إنه كان من العناصر المتميزة جدا مع المنتخب التونسي طوال الفترة السابقة وبالتأكيد أيضا إنه حيكون من القوة الدفعة أو من الأوراق الرابحة إن شاء الله للنادي الأهلي في الفترة القادمة وبالتأكيد نتمنى لنجمنا علي معلول اللي بيحظى بحالة رضا كبيرة جدا ولو شعبية وجماهيرية كبيرة جدا على مستوى كل الجماهير المصرية وليس فقط جمهور النادي الأهلي إن فيه إجماعة في الأراء ما فيش خلاف على مستوى علي معلول بين الجماهير المصرية والكل بيشيد بمستوى وتأثيره الفني وأنه عنصر مؤثر جدا فنيا مع الفريق الأول في النادي الأهلي نتمنى أنه تقلقه في الفترة الجاية ينعكس على كمان فرصه في العودة والتقلق مرة أخرى من خلال تواجده في المنتخب التونسي